ممكن تكون مجروح بسبب بعدك أيضا عن هالشخص وفيه إشي بدك تحكيه لإله لأنه ممكن يكون أيضا التواصل بينكم لأنه متوقف هو اللي عم يسبب لك ألم هون أو هو اللي عم انتزع لانه متحير من أمره لأنه أفكارك واضحة جدا اللي بتريده مبين أنه كتير واضح اللي بتريده ولكن التواصل بينك وبينها الشخص صعب وهذا عم يسبب لك حاليا جرح أو زعلان من هالإشي زعلان من أنه التواصل مش متل ما كان في الماضي بينك وبينها الشخص انقطع أو خف كتير عن الماضي من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم نشوف إنه الحبيب فيه كونفلكت بمشاعره الداخلية يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية لأنه عنده مشاعر كتير فياضة ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه أو ما إلها دايركشن أو خط معين يعني هالشخص ممكن يكون أيضا اللي عم تتعامل معه برج مائي للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي فهالشخص كتير حساس انت بتحس إنه كتير حساس وكتير فيه عنده مشاعر وبتحسه شخص كتير عميق وهو بالفعل عنده مشاعر عم شوف هون يعني شخص اموشنلي متشور عاطفيا أيضا هالشخص ناضج وما بيحب الكذب ما بيعني اللي بيحس فيه بيحكيه على الطول ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لأنه ما في دايركشن ممكن أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون فيه عنده عدة اختيارات عدة أشخاص بحياته عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص وهو مش عارف أي واحدة يختار منهم فاموشنلي أو عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع أمشوف لأنه فيه عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفيا وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوه نفسه أنت طاقتك كون مبينة إنه كتير واضحة ولكن هو كتير ملخبطة كتير طاقته ملخبطة أيضاً ممكن إذا ممكن أيضاً الشخص بيحس إنه هو إذا كان إذا كنت إنت محوط بعدة أشخاص ممكن يحس أيضاً إنه فيه منافسة أو بيحس إنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حواليك يعني إذا فيه عندك أنت برج الدلو إذا فيه عندك أكس أو إذا فيه عندك أصدقاء عنده بحياتك حالياً أنت محوط فيهم هالشخص بيحس إنه عندك عدة إختيارات وهو خايف إنه يظهر أو يبين مشاعره لأنه أولاً بيحس إنه ما بده يتنافس من أجل حبك لأنه عرضه صادق فهو بيخاف إنه يستثمر بالعلاقة وبالأخير أنت يعني يكون فيه عندك عدة إختيارات وتختار شخص آخر أو تختار إشي آخر لكن عمشوف أنت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد عم تدرسه من بعيد عمشوف طاقتك أنت أهدى من طاقته أو متوازنة أكثر من طاقته ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن أعمق تجاهك من ما أنت مشاعرك أعمق تجاهه بصراحة لأنه أنت عندك سيوف طلعت أوراق عقلية ولكن هو أوراقه عاطفية فحتى إذا في بينكم تضارب أو مش عم تتفهمه من بعض مش عم تحكوا مع بعض إلى إنه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بيعاطفته ومشاعره بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجديد عم شوفك عم تبعد عن إشي معين ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة ممكن عم تبعد عن شخص قديم أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه أو رح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية لأنه بتحس أنه وصلت إلى dead end أو إلى طريق مزدود مزدود صعب عليك أنه أنت عم تشوف أنه ما في حل عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب ولكن مش عم توجد لإلها حل فأفضل طريق أنت بتشوفه أو أفضل حل اللي أنت بتشوفه أنك تسحب حالك من الموضوع أو تختار الصمت أو تبعد أو تنسحب شوي من العلاقة إلى أنك عم تحاول روحانيا to manifest a person عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم تشوف أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر بيختلف من شخص إلى آخر لأنه في عندك the magician فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك أيضا عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك إلى أنك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك لأنه عم شوفك تضررت بالفعل ممكن أنت تكون متضرر مش من هالشخص ممكن يكون هالشخص جديد شخص جديد في حياتك وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك أو علاقة قديمة فشلت ومشان هيك أنت كتير كتير محافظ كتير متحفظ كتير باني حواجز حول حول مشاعرك فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية وأغلب أوراقه شخص عاطفية بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغير كتير يعني ممكن بيركز على حكيك أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجول أو ممكن تحكيه بعفوية هالشخص بيركز عليه كتير ولكن في عنده تفاني بالعمل بمعنى أنه في عنده تفاني بالعلاقة ومستعد أنه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد أنه يبضي المجهود بشأن هالعلاقة شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق هالشخص ما بيحب الكذب هالشخص كتير متشور ممكن أيضا يكون في عندكم اختلاف بالسلم ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون أكبر منك أو فكرته عن الحب بينكم أو اللي بده من العلاقة بينكم بده إشي كبير بده ten of cups بده اكتمال بده علاقة كاملة متكاملة بده أسرة بده علاقة جدية بده خطوبة بده زواج فهمت علي بيختلف من شخص إلى آخر ولكن هو أمشوف أنه في عنده تفاني كتير لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة بده يكون أسرة فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا لأنه ممكن ما بيحب إنه في حواليك أشخاص وأيضا ما بيحب إنه فيه المفروض يكون منافسة بده نفس التفاني منك بده نفس الاهتمام منك لأنه مبين إنه أنت عم تمشي مع الموجة عم تمشي مع الجو ما عم تجبر إشي ولكن هو بده إشي ملموس بده إشي فعلي هالشخص بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل رح يكون شوي مشوش أنتو الاثنين شوي مشوشين فكار داخلية بارانويا مخاوف داخلية أنت بجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة وهو في عنده مخاوف من أشخاص بحياتك أو عروض حب بحياتك الوضع مش واضح كتير بينكم فبندنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بها الطاقة هل رح يصير فيه كلاريتي أو هل رح يصير فيه وضوح بينكم تواصل بينكم تواصل بينكم لأنه الاثنين متحفظين أم شوفكم على مشاعركم ففي تغيرات مفاجأة رح تصير في تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير إذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتبه لأنه ممكن الوضع يتغير أو ممكن يصير فيه حساسية بينكم لأنه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجأة صعب إنك تتحكم فيها وإذا انتو مش هم تحكي مع الحبيب فيه عندك أو عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم رح تحسوه إنه تقيل لأنه يعني هالعسيان العلاقة بالمستقبل أو ممكن للبعض منكم حالياً أيضاً عم تحسو إنها كتير معقدة بينكم ممكن أيضاً أنت بتحس إنه هالشخص كتير معقد فالعلاقة بينكم ممكن ممكن أنت عم تحس أيضاً إنه هي عم توجد لك شوي من الحمل لأنه متطلبات هالشخص كتير أو الستاندرد تستبعه عالية أو المستوى اللي عم يطمح له كتير عالي فبالمستقبل عم شوف إنه رح تمروا بمرحلة بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم ممكن روحانياً ممكن عقلياً إذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب إذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقلياً ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كتير شديدة أو كتير معقدة أو رح تحس إنه الحمل كتير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى إلى استنتاج أو رح يوصلكم إلى كلاريتي أو إلى وضوح أو إلى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني مبين إنه العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما يعني من الله إرادة الله بتحتاج إنه تمر بها المرحلة لأنه ما رح توصل إلى إذا أنت ملخبط عاطفياً أو هو ملخبط عاطفياً ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو الإنلايتمنت أو التنوير بهو شو بيريد إلا بس يمر به هالضغط الشديد أفهمت عليه فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير في تغيرات بأوقات مفاجئة لأنه ويلوف فورتين دائماً تحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة رح يصير في تغيرات ورح يصير في وضوح بينكم بدني وضح إشي إشي آخر اللي هو وضحنا إنه رح يصير في كلارتي بينكم ووضوح ولكن ما وضحنا إنه هل رح يكون في خطوة هل رح يكون في تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر إنه يتواصل معك أو يقدم لك رسالة أو عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بنفسه شو هو هو مصير العلاقة بينكم أوكي أوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي بالأخص برج السرطان لأنه هالكارت بيتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي جوجمنت في بينكم بعد بالمسافات ولكن عم شوف إنه في تقدم ورقة تتحيب تحكي عن تقدم المستمر الدائم فهالشخص في رحلة عن البحث عن الرضا العاطفي هالشخص هو مختار قرار إنه هو بده الرضا العاطفي عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وانت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك ولكن هو في تقدم مستمر إذا انت ممكن توفر له اللي هو بيريده لأنه هو هون أغلب كروتو بده رضا عاطفي بده أسرة بده إشي جدي عم شوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا فإذا انت بتشوف إنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لأنه هو الإشي الوحيد اللي خلاه يبعد عنك إنه عم يحس إنك مش جدي عم يحس إنك غير جدي عم يحس إنك محوط بأشخاص وأطراف أخرى حمت عليه فهو عم يبحث على هذه السعادة عم يبحث على تكوين أسرة فما بده الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم لقاء أو يصير في بينكم حديث غير متوقع لأنه مثل ما حكينا تغيرات في الأحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم رح يتغير بمعنى إنه رح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش رح تتوقعوها ورح توصلوا إلى استنتاج أو إلى فكرة إنك رح تفهم الفعل هالشخص شو يطلب منك أو شو يريد منك لأنه مبين إنه أنت ماخد الوضع بأراحية أكتر يعني يعني إراحة أكتر إنه أنت ماشي على أهوى الجو ولكن هالشخص عمشوف في عنده شوي أيضاً كونترول إشيو أو بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة لأنه عنده كينغ أوب سورت فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر بده ديفوشن بده بده يعطي على قد ما هو بيعطي بالعلاقة اوكي حباي ببرج الدلو بتمنى القراءة تكون في الديدكوم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شارو وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكراً للمشاهدة